خرج من الحسابات بعد شجارهما في المعسكر الماضي وخمسة أسماء جديدة تظهر بالقميص الأحمر قرارات مفاجئة وكبيرة اتخذها وليد ركراكي في اختياراته بشأن قائمة المنتخب المغربي في المعسكر المقبل يبدو أن المفاجئات لنتتوقف مع كل تجمع للمنتخب المغربي ففي كل مرة يخرج وليد ركراكي المدير الفني للفريق بقرارات مفاجئة بين غياب أسماء كان من المتوقع وجودها وأسماء جديدة تظهر لتشارك مع أسود الأطلس أستعد لإعلان قائمة المنتخب المغربي لدخول معسكر إعدادي جديد وتجمع لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 مع رغبة كبيرة في الفوز رغم ضمان أسود الأطلس التأهل للبطولة باعتباره البلد المضيف المواجهة المقبلة للمنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ستكون أمام إفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مؤهلة للبطولة القارية العديد من التغييرات الكبيرة ستشهدها قائمة المنتخب المغربي في المعسكر المقبل تبين تراجع مستويات بعض اللاعبين وتألق البعض الآخر تغيرت قناعات ركراكي في مسألة اختيار قائمة اللاعبين للمعسكر الجديد بعض الأسماء الكبيرة ستغيب على رأسها الثنائي الذي دخل في خلاف خلال المعسكر الماضي بسبب ركلات الجزاء والحديث هنا عن حكيم زياش الذي رفض التنازل عن ركلتين جزاء لصالح زميل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني ويغيب الثنائي بسبب معاناتهما من الإصابة وغيابهما عن أندياتهما رغم رغبة المنتخب المغربي في تحقيق الفوز في تصفيات كأس الأمم الإفريقية إلا أنه كذلك فرصة كبيرة لتجربة بعض العناصر ومنحها فرصة لاندماج مع سود الأطلس في ظل ضمان التأهل لنهائيات البطولة بالفعل التقارير أكدت أن وليد ركراكي اتخذ القرار بالدفع بعدد من العناصر الكبيرة وبالتحديد خمسة أسماء لتشارك في المرحلة الحالية تمهيدا لاختيار الأنسب منهم للمشاركة في نهائيات البطولة القارية وكذلك التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 زياش ودياز لن يكون الثنائي الوحيد الغائب عن المعسكر المقبل للمنتخب المغربية فإلى جانب هذا الثنائي سيغيب كذلك أشرف داري مدافع نادي الأهلي المصري والذي لم يشارك في أي مباراة منذ انضمامه للفريق أضف إلى هذه القائمة المهدي بن عباد حارس مرمى نادي الجيش الملكي الذي يلعب في الوقت الحالي مع الفريق الرديب في ناديه خاضعا لعقوبة وقعت عليه من جانب مسؤولي نادي الأسماء الجديدة التي ستشارك مع المنتخب المغربي في المعسكر الجديد يأتي على رأسهم أسامى الصحراوي لاعب نادي ليلة الفرنسي والذي قام بتغيير جنسيته الكروية مؤخرا من النرويجية إلى المغربية إلى جانب الصحراوي يأتي كذلك آدم ماسينا الذي يستعد للعودة من جديد لصفوف المغرب وهو ظاهر الأيسر لنادي تورينو الإيطالي في ظل أزمة أسود الأطلس في هذا المركز مع المستوى المتواضع الذي قدمه يحيى عاطية الله مع الأهل المصري وينضم كذلك لقائمة المنتخب المغربي أمين الوزاني مهاجم نادي سبورتينغ براغا البرتغالية والذي يقدم أداء متميزا مع ناديه في ظل محاولات ركراكي إيجاد الحل الأمثل لأزمة المهاجمين مع جاهزية سفيان رحيمي فقط وتراجع كبير في مستوى يوسف النصيري مع ناديه الجديد فنربخش حظوظ النادي الذي ينشط في الدوري المغربي المحلي أمين زحزوح لاعب الجيش الملكي ويوسف المطيع حارس مرمى الوداد الرياضي ارتفعت بشكل كبير كذلك للانضمام إلى صفوف أسود الأطلس اشتركوا في القناة